السلام عليكم بزيك الحقيقة الحلقة دي بتاعة الأخبار اللي هي سرية يعني معلومات بتكشف لأول مرة من الصحف الأمريكية وفيه ناس بتحب النوعية دي من الفيديوهات فالفيديو ده مهم جدا ليه؟ لأن فيه صحيفة اسمها صحيفة The Intercept الأمريكية بتقول أكتر حاجة بخوفة مسؤولين الأمريكان إن الحرب بتاعة فلسطين دي اللي هي بين المقاومة فلسطينية وجيش سريوني إنها تنقلب حرب إتلمية لأن ده هيؤدي إن فاتورة دعم إسرائيل تبقى فاتورة غالية جدا أمريكا هتدفع دم جنودها وتدفع مصالحها في الشرق الأوسط وتخسر علاقتها بالدولة العربية هتبقى حرب مكلفة جدا بالنسبة لأمريكا راح هيجريدة حابت تقدم نصيحة للمسؤولين الأمريكان وقالت أهم نصيحة لعدم إشعال حرب إكليمية إن انت تشيل جنودك من مرمى النيران ده أقوى وأهم نصيحة لعدم إشعال حرب إكليمية بس للأسف أمريكا بتعمل عكس كل ده ومش بس بتحط جنودها في مرمى النيران اللي بتخليهم عرضة للاختطاف لأن أمريكا نزلت جنودها على الأرض هل الصحيفة بتتكلم على كوات الخاصة الأمريكية لكش اكتاع لحضرتك اللي نزلت في اكتاع غزة دول بيتكلموا على حاجة أخطر بكتير وبيقولوا إن في معلومات سرية تكشف لأول مرة عن تواجد جنود أمريكان على الأرض معرضين للخطف والقتل فين؟ وايه معلومات دي؟ وإزاي في حد ممكن يخطف جنود أمريكان ويقتلهم لإشعال حرب إكتلومية ماستعرف؟ حاوله شون لك لازم حكي لك القصة من الأول الحوثيون يقرعون قبول الحرب في الشرق الأوسط عنوان بارز لتطور الأحداث في المنطقة خصوصا بعد تبني الجماعة إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وعدد من الضائرات المسيرة قبل أكشف الموضوع قبل أكشف لك التفاصيل خليني أقولك إن إحنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو باتر هاوس باتر هاوس انتهت من بناء الكمباوند الخاص بيها في العاصمة الإدرية وزي ما أنت شايف كده الصور قدامك والفيديوهات الكمباوند تم الانتهاء منه ومن إنشاؤه كليا عشان كده الشركة حطت شعار لمرحلة دي عندهم وهي التنفيذ سيد موقف وكمان الشركة عاملة عروض قوية جدا على منتجة عفيدالة بمدانة الجلالة الشركة انتهت كمان من إنشاء المنتجة ده بنسبة تفوق التمانين في المية منه المنتجة مبني على تمنتاشر في المية فقط من مساحته اللي بتبلغ ستة وخمسين فدات وبقى المساحة خدمات ولانسكيب وبحيرات وحمامات سباحة وخدمات بقى زي ما أنت عاوز أعوز أقول لك إن عندهم فيلات مميزة جدا متشطبة بالكامل على التراز العربي الأسباني وفيه كمان شاليهات مختلفة تبدأ من كمسة وستين متر وعندهم كل المساحات لو أنت عاوز الجديد إن انت تقدر تمتلك وحدات بمقدم عشرة في المية فقط وتقسيط حتى ست سنوات أو مقدم خمساشر في المية وتقسيط على سبع سنين وتاني حب أطمنك إن نسبة بناء المنتجة وسطة فوق التمانين في المية حسيب لحضراتك رابط بتاعهم أسفل الفيديو لو حابب تتواصل مع باترهاوس شركة محترمة جدا والصور الدليل نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك وأول مرة هتسمعه فيما يخص الحروب الإقليمية أو الخطر الإقليمي الحقيقة خليني بس أبتدي من كام خبر كده حضراتك لازم تعرفه أولا لازم تعرف إن في مظاهرات كتيرة جدا في العالم بس أبرز وأقوى مظاهرات دي من وجهة ناظر يعني هي مظاهرات اللي قامت في تركيا الأطراق مبارح علقوا صورة أبو عبيدة أبو عبيدة ده متحدث باسم حماس اللي بيكشف التقارير بتاع السير المعارك بس من وجهة ناظر حماس والراجل ده الأطراق حطوا صورته على الكبري اللي مفروض وزير إخراجية الأمريكية هيعدي تحته وهو رايح يلتقي بمسؤولين الأطراق ده حاجة تاني حاجة رازم تعرف إن فيه فيديو طالع مبارح لأطراق بيحاولوا يقتحموا قاعدة أنجرلاك قاعدة أنجرلاك دي قاعدة أمريكية موجودة في تركيا وفقا للنيتو والقاعدة دي مهمة جدا لأمريكا أمريكا حطى فيها معدات حسكرية قوي جدا جدا ومنصات سواريخ وبطاريات دفاع جوي قاعدة منتهى الأمريكية بالنسبة لأمريكان صارين الأطراق كانوا عاوزين يقتحموا القاعدة دي بس الشرطة جات في اللحظة الأخيرة وفرقتهم زي ما حركة تشوف كده بظهر تاني خبر بالنسبة لي كان مهم جدا هو عدد المتظاهرين اللي نزل في واشنطن العاصمة الأمريكية والحقيقة أن عدد المتظاهرين في واشنطن كان ضخم جدا أو مرة شوف فيديو لعدد ضخم من المتظاهرين زي ما حركة هتشوف كده بظبط آخر خبر قبل ما أخش في المقالة الأساسية وده خبر حيهمك جدا لازم تعرف أن مصر وصل لها عرض مبارح لاستضافة الفلسطينيين عندها في سين وعلى فكرة خبر ده خبر ممكن هتكون تسمعه الأول مرة إيه اللي حصل؟ مبارح أنا كنت كشفت حركة مقالة نازلة في نيويورك تايمز المقالة دي كانت بتتكلم أن إسرائيل بتشتغل بشكل صامت لدفع أو الضغط على مصر لقبول الفلسطينيين عندها في سينة حيبتدوا الأول بالمصابين وبعد كده حيبتدوا يضغطوا عليك لبداية نزوح الفلسطينيين اللي في جزة يودهم سينة والحقيقة أنا قلت أخطر حاجة في الموضوع ده كله أن الصهاينة نفسهم مقتنعين بالفكرة يعني سيبك أن الغرب كله مش مقتنع بالفكرة وشايف أنه بيقيد وجهة النظر المصرية أن ده حيعمل حرب بين مصر وإسرائيل وكلام ده كله بس الصهاينة أو الحكومة الإسرائيلية شايف أن ده أفضل حل وأبرع حل لإنهاء الحرب أن احنا نودي الفلسطينيين اللي في جزة نوديهم سينة فعشان كده هي دي خطورة نتانياهو على حسب المقالة دي اللي تحدثت بعد ما احنا سجلناها خلى فيه واحد سفير مسؤول عن الملف ده أنه هو يقلب الرأي العام الغربي بتاع المسؤولين الغربيين على مصر عشان يضغطوا على الجانب المصري لقبول الفلسطينيين اللي في غزة لسينة الراجل ده اسمه إيه؟ الراجل ده اسمه داني دانون داني دانون ده كان سفير إسرائيل في الأم المتحدة سابقا بس هو الراجل ده هو مسؤول حاليا أنه هو يجتمع بمسؤولين الجربيين ويعرض عليهم فكرة أن الفلسطينيين يروحوا لسينة الجريب في الموضوع أن الراجل ده اللي هو داني دانون طلع في التلفزيون وقال أن مصر تلقت أول عرض لإستقبال اللاجئين الفلسطينيين عندها يقدر بعشرين مليار دولار زي ما حركة اسمه عملنا كده بصد هل مصر وافقت؟ معتقدش إنها وافقت طب هل إسرائيل هتزكت؟ هتعلي العرض بتاعه فلوس يا ماشي مش أقص فلوس؟ أهديك عشرين مليار دولار يعني بص فطورة العرض إيه؟ إن هو بس مش حيشيل ديونك من البنك الدولي حيديك حليقة فلوس هيخلي البنك الدولي يتنازل عن كل ديونك ويشوف بقى أنت ديونك تديه في أمريكا ويسقطها ديونك تديه في أوروبا ويسقطها الكلام ده كله ويعني حيديك فلوس كمان متعاوزي ده أول عرض رفضت في عرض تان تلاتين طب خمسة وتلاتين ومفيش ديون طيب في المقابل خد الفلسطينية عندك وحنشوف لون صرف يعني على فكرة برضو النواب الصهاينة بيتكلموا في إيه؟ بيقولك على فكرة مش شرط أن مصر تاخد كل 2 مليون تلتمية احنا مش قاسين على مصر احنا نخلي كل دولة في العالم تاخد لها جزء بحيث أن احنا نقسم 2 مليون تلتمية دول على كل دول العالم فتبقى عدد قليل والفكرة تبقى مقبولة ده حاجة تانية وده خبر مهم جدا انبارح تلع وزير صهيوني اللي هو وزير التراث تلع قال أن هو عاوز يقصف غزة بالنوي ويعمل مستوطنة فوق غزة بعد ما يقصفها بالنوي يعني والحية الخبر ده كان الوزير بتاع التراث كان في الراديو ومزيع تقول له ايه رأيك هل ممكن نقصف غزة بالنوي قال لها اه ده أحد الخيارات المعروضة يعني مش هنا مشكلة المشكلة أن تصريح الوزير ده بعد ما قاله قامت ضجة كبيرة جدا في الاعلام الصهيوني الصهيوني نفسه نقصف ايه بالنوي ده ايه رابيد زعيم المعارضة انتقت للتانية وقال لك ده مجنون ده واحد مجنون وزير الدفاع الصهيون نفسه بني جانس اللي هو وزير الدفاع الصابق قال لك ده شخص غير مسؤول يعني يتكلم على قصف نوي يعني ماشي وطبعا الدول العربية طلعت شجبته الكلام ده كله خلي بالك هي الدنيا مقلوبة ليه على اسرائيل لأن ده ما بيخدمش الحملة الصهيونية الاعلامية اسرائيل بتقول لك احنا ضحية احنا بنتدبح الفلسطين دول ارقام بس احنا بنتدبح عندنا فالرجل ده ما يطلع يقول لك هنتصف غزة بالنوي انت مجرب صح انتهت المقابلة من هنا حتى بدأ الوزير بتلقي هجوم من المعارضة وتوصفات عديدة مجنون صادم غير مسؤول هاجم زعيم المعارضة الاسرائيلية يقيل لبيد تصريحات وزير التراث وطالب باقلته فورا خوفا من تأثري صورة اسرائيل وقف عند رد الفعل بتاع نتانياه نتانياه معزلش الراجل ده هو بس عمله ساسبانشن ساسبانشن يعني منعه من حضور اجتماعات بتاعت الوزارة انه ما معزلوش الراجل ده هنا السر لنتانياه معزلش الوزير ده عشان يخسل ايته من تصريح نووي اطلقه وزير في حكمته قالك رساب بسيط جدا وفقا لصحيف اسماء التعامل في اسرائيل قالك والله ان اتمار بن كفير اللي هو الراجل المتطرف جدا هو اللي منع نتانياه من اقالة الوزير ده واللي اقعه انا مش معه التوجه ان انت تطقيل عم صقصة الياهوس قاله انا مش معه بتوجه تلقي طيب هل اتمار بن كفير يقدر يقصر على نتانياه؟ قدقي كزا ان انت شايف كده انتانياه معزلش الراجل فمين يبقص الحكومة حاليا اتمار بن كفير ان هو يمنع رئيس الحكومة ان هو يعزي الوزير معنى كده ان اتمار بن كفير ده قوة لا يستهم بيه طب ايه قوة اتمار بن كفير ان هو لا يستقال دي كانت اخبر خش بقى في الحاجات المهمة النهاردة في جريدة اسمها The Intercept كتبت مقالة في منطقة خطورة بتقولك على فكرة امريكا عايز تتجنب حرب اقليمية في المنطقة صح؟ بس الاسف المسؤولين الامريكان بيعملوا عكس كل ده عكس تصريحاتهم ليه؟ هلك بص على كم التسليح وكم الجنود اللي نازل في الشرق الاوسط ايه كم المعدات دي؟ انت بتوادي حاملة طائرات اللي هي USS Gerard Ford اقوى واكبر حاملة طائرات في القسطول الامريكي على فكرة دي اكبر حاملة طائرات في العالم كلها فقال دي راحة على سواحل اسرائيل مش بس كده انت وديت USS دبي ايزنهاور هتوديها خليج نشي؟ ومعاها غواصة نووية اسمها اوهايو لسه معادي من كانت سويس دلوقتي ومدمرة امريكية اسمها USS Graftley برضو لسه معادي من كانت سويس بس كل دور رايحين بالبحر الاحمر وحيروحوا عند الخليج هتمركزوا في الخليج فرحية الكاتل تا جريد انترسابت بيقول هي امريكا ليه تنشر عدد ضخم جدا من قواتها لو المسؤولين الامريكان ان هما شايفين ان الغرض ان هما يخوفوا ايران ويخوفوا ازرع ايران فهي رسالة ممكن تكون صحيحة من وجهة نظره بس ممكن تكون رسالة ملعبة لو اتفهمت غلط يعني ايه يا خلي بالك انت كده بالزبط بتقطر الاهداف اللي ممكن ازرع ايران تستهدفها انت فيه عندك قاعدة في العراق عندك قاعدتين في سوريا عندك حاملت طائرات قصاد اسرائيلي عندك حاملت طائرات حتروها تكنيب المراكب البحرية دي كلها والاهداف البحرية دي كلها انت كده كاينك بتزود ببط قصاد الصياطين هو قال له كده بتزود بط قصاد الصياطين هو مثلا يا بس فقال له اللي انت بتعمله ده في منطقة خطورة بس الاخطر ان انت تنزل بجنودك على الارض ازاي انا كنت كشفت لحضراتك حاجتي اول حاجة كشفت لحضراتك ان امريكا بعتت قوات خاصة داخل غزة للاشراف على عمليات العسكرية اللي بيقوم بها الجيش الاسرائيلي داخل قطاع غزة ما بيشتبكوش مع حماس بس هما بيشرفوا على عمليات حسنا العدد بتاع الجنود الامريكان اللي راح اسرائيل بيرتفع يعني قال لك عشرات يعني ممكن في حدود 100 امتين دول راحوا اسرائيل ماشي وبرضو كنت كشفت لحضراتك ان امريكا عندها قاعدة سرية في اسرائيل اسمها سايت 512 او سايت 512 ماشي القاعدة دي امريكا بتاعت تتوسع فيها الخبر ده لما انا قلته طلع بعدية سكاي نيوز غطت نفس المقالة بنفس الخبر زي ما حركة تسمع سكاي نيوز بالضبط كده قاعدة عسكرية امريكية سرية تتكشف للعلن بعد بدء حرب اسرائيل على غزة موقع انترسيبت الاخباري الامريكي قال ان القاعدة اطلق عليها اسم 512 وتقع على بعد 32 كيلو مترا من الحدود مع قطاع غزة في صحراء النقض على فكرة الخبر ده كان نازل في كاريد انترسيبت بس الجريدة بتقولك سيبك من قاعد سايت 512 وسيبك من الجنود الموجودين في غزة فيه موضوع اكتر خطورة وهو الجنود الامريكان موجودين في اليمن ايه؟ هو فيه جنود امريكان موجودين في اليمن؟ قريبا بتقولك على فكرة من ايام دونالد ترمب تم تدريب قوات خاصة امريكية اسمها سوسنت او اختصارا يعني السباشال اوبرايشن كوماند سانتر فورورد بصو هم امزمينا كده سوسنت فورورد سوسنت فورورد دي قوات خاصة امريكية بتحارب الارهاب من مصر الباكستان مافهمتش عنين مصر الباكستان هم قالوها كده قالك بتحارب الارهاب وتقوم بعمليات خاصة من مصر الباكستاني طول المنطقة دي او كل المنطقة دي تحت اشراف القوات الخاصة الامريكية اللي انا فهمته ان القوات دي ممكن تقوم بعمليات الاختطاف مسئولي داعش لقتل مسئولي داعش كده هي بيحاربوا داعش يعني فممكن القوات دي ممكن تكون عملت عمليات في باكستان مسلا تقتل بها تنظيم القاعدة وداعش والكلام دي كله الكوات دي أيام دولالد ترامب أمر ان هو يودي بعض الكوات دي لليمن نص ماشي واسمع بقى الكلام ماشي ازاي والغريب في الموضوع ان الكوات اللي راحت اليمن دي أصبحت متمركزة في اليمن من أيام دولالد ترامب أصبحت متمركزة قعدة في اليمن بتجديرش مهمة الكوات الخاصة دي ايه قالك هم عملوا فرع اسمه السوسنت فوروورد يمن ماشي على فكرة السوسنت دي الكوات الخاصة الأمريكية دي المقار التاعها في فلوريدا في منطقة اسمها تامبا ناشي في فلوريدا بس هو قالك هم عاملين دلوقتي قاعدة في اليمن للقوات الخاصة مخصوص لتدريب بعض القبائل اللي كانوا بعملات خاصة ضد داعش الحوثيين مش في القوات الخاصة دي مش تستهدف الحوثيين بس قالك لو الحوثيين أدركوا إن فيه قوات خاصة أمريكية في اليمن ممكن تكون قريبة منهم هيكون ده موضوع أسهل بكتير جدا من إطلاق صوريخ باليستية على إسرائيل لمحاولة اختطاف القوات الأمريكية دي ناشي فهنا الخطورة أنت بتعرض جنودك الموجودين ومحاديش عارف عنهم حاجة على فكرة الصحيفة بتقولك إحنا عرفنا المعلومة دي إن كان فيه جلسة استماع لقاعدة من الجيش وصاد نواب الكونجرس كشفوا عن وجود قوات أمريكية خاصة في اليمن متمركزة في اليمن نعم فالموضوع ده لو الحوثيين عرفوه هيحاول يقوموا بأي طريقة لاختطاف الجنود دول أو قتلهم وسعية هتقوم حرب إقليمية لأن ده حيكون اعتداء على أمريكا نفسها وأمريكا هتجار الحرب اليمن تسعل نفسك تقول والله طب القوات دي كتفين أيام التحالف العربي ما كان بيحارب الحوثيين هقول لك تاني هي دي مهمتهم محاربة داعش مش مهمتهم محاربة الحوثيين دول كانوا نازلين يحاربوا داعش والقعدة في اليمن بس المعلومة دي لو بتدت توصل الحوثيين فيه جنود أمريكان على الأراضي اليمنية هيحاولوا يجدوا وسائل لقتل الجنود دول المعلومة دي انفراد لصحيف وتوقع إن برضو بعض وسائل الأعلام هتحاول تغطيها وتتكلم عليها ده حاجة واخد بالك إن دي مش المقالة الوحيدة اللي أنا عاوز أغطيها فيه مقالة أخطر بكتير كتابها كاتب كبير اسمه سايمون هيرش سايمون هيرش هو كاتب كبير حاصل على عدد من الجواز الراجل ده ساب الصحف اللي هو كان بيكتب فيها وعمل ويبسايت ليه بينزل فيه مقالات بتاعته اللي جريب في الموضوع إن برضو وسائل أعلام بتغطي المقالات تاعة سايمون هيرش لنهات إيه ده أول سايمون هيرش المقالة بتاعته بيقول إزاي يتم الإفراج عن الرهائن داخل الأنفاء إزاي إسرائيل يطلع على الرهائن ده الحقيقة إن الموضوع برضو خلي بالك بيدور في نفس النصق إن أمريكا عاوزة تمنع حرب إقليمية وأنا هنا عندي معلومة دي أول معلومة هو ما قلهمش سايمون هيرش بس أنا هقولهم لحضرتك قبل ما ببتدي المقالة دي أول معلومة لازم تعرف إن ملاك الموت اللي هو ويليام بيرنز رئيس المخابرات الأمريكية وصل أو هيصل إسرائيل نهارده إيه مشكلة في زيارة ويليام بيرنز دي كارثة ليه؟ خلي بالك ويليام بيرنز كان موجود في روسيا قبل ما روسيا تقتحم أوكرانيا وقال لروسيا وقال للروس هيحصل فيك إيه لو دخلت أوكرانيا والروس ما سمع لهوش ويليام بيرنز جاي الإسرائيل بعد كل جهود الأمريكية لإثناء الصهاينة عن استكمال العمليات العسكرية داخل قطاع جزة ما فشلت أو ده اللي بتقول واشنطن بوست فوليام بيرنز جايب نفسه وده رئيس المخابرات الأمريكية وعلى اطلاع على معلمات كتيرة جدا الراجل ده جاي حيزور إسرائيل ويزور مصر أنا أتوقع إن زيارته الأكثر أهمية هتكون إسرائيل الراجل ده حييجي يحظر مسؤولين الصهاينة إيه خطوات اللي ابتدى يرصدها وبتاعة المخابرات الأمريكية ترصدها من تحرقات إكليمية لضرب المنشآت الأمريكية والصهاينية فرسالة وليام بيرنز في مطاقة خطورة لو الصهاينة ما استمعوش لها ممكن دي تقلب حرب إكليمية وممكن يقدر يقنع عن الصهاينة لأن آنتوني بلينكين وزيره رجالة أمريكي فشل في إقنع الصهاينة فراجل ده ممكن يقنع الصهاينة ده حاجة تانية حاجة عشان بس تعرف إن الحرب ممكن تقلب إكليمية إزاي كنت بالك إن آنتوني بلينكين إمبارح زارة للعراء والراجل لما نزل من الطيرة كان لابس واقي من الرصاص الصورة دي في حد ذاتها إن أنت تلاقي وزير خارجية أمريكا لابس واقي من الرصاص دي في مطاقة خطورة ليه؟ الراجل ده معارض للتهديد برغم كده راح الراجل ده شايف إن حياته في خطر وبرغم كده راح خلي بالك ده دبلوماسي ده مش جندي ماشي؟ فوزير الخارجية إيه لبس واقي من الرصاص؟ بالشكل ده؟ أنا بس عاوز أقول لحراج حاجة المسؤولين الأمريكان في زياراتهم الخارجية هم والرؤساء يعني بيبقوا لابسين واقي من الرصاص تحت البدلة بتاعته ماشي؟ بس الراجل ده حطت واقي من الرصاص فوق البدلة بتاعته واضح كده من تهديد كبير وبرغم كده نزل العراء وقال رسالة لإيران وحزب الله وكوات الشيعية أو حد يعتدي على إسرائيل أو يعتدي على الكوات الأمريكية زي ما حركة تسمع منها كده بسي إن التهديدات القديمة من الميليشيات المتحالفة مع إيران غير مقبولة على الإطلاق وسوف نتخذ كل الخطوات لازمة لحماية شعبنا نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران لقد أوضحنا ذلك تماماً فالموضوع خطير كش بقى في مقالة بتاعت سايمون هيرش سايمون هيرش بيقول بيقول هي إزاي إسرائيل تفرج عن قاطح ناسم هي الراجل ده المقالة بتاعته المرة دي مش قوية قوي بس هو قال كم معلومة في منطقة خطورة بيقول إيه؟ بيقول آآ الطريقة اللي هو شايفها الوحيدة للإفراج عن آآ الرهائن هي بتفاول إسرائيل مهما عاد تقصف غزة واضح كده إن حماس متمسكة بعدم الإفراج عن آآ الرهائن وهنا من المشكلة بيقول إيه؟ بيقول زي ما إسرائيل يعني عاوزة تاخد المخاطرة الكبرى إن هي ممكن تشعي الحرب الإكلومية مقابل إنها تفرج على الرهائن زي ما حماس برضو عاوزة تاخد المخاطرة الكبرى وتفضل محتاجز الرهائن وقاعدة في الأنفاء حتى لو ده ممكن ما يكونش خيار صائب لإن ممكن حماس ما يكونش عندها وقود كفاية للتنفس يعني خلي بالك مبارح جيت قول حرارة مقالة فورين بوليسي بيقولوا إن الجيش صهيوني دلوقتي مش بيدور على الأنفاء بيدور على منافذ التهوية بتاعت الأنفاء عشان يدمرها حسنا؟ والمقالة بتاعت فورين بوليسي مبارح كان بتتكلم إن حماس عملت حسابها على حرب طويلة فعندها مخزون من على الجلوس في الأنفاء ومش هتخرق حتى لو الأكسوزين خلص بتاعت حماس ممكن يشوفوا الخيار الأنسب إن هم يفضلوا في الأنفاء لأن هم عارفين لو طلوا هيتقتلوا وده في خطورة جدا على الرهائن لأن الرهائن كده ممكن يفتاصوا برضو وما يقوش هو يتنفسوا بس إسرائيل شايفة إنها ما ينفعش توقف الكتال حياء سايمون هيرش بيقول إن هو التقى بمسؤولين صهاينة على دراية بالوضع وقالوله كالقادي قالوله خلي بالك المسؤولين الفلسطينين اللي موجودين في قطر اللي هو مركز السياسي بتاع حماس اللي في قطر اللي هو إسماعيل هنية والناس دي قال لك إسماعيل هنية والناس دي ما كانوش عارفين ساعة الصفر إمتى بتاعة يوم 7 أكتوبر وإن الأنب العملية دي كلها هو يحيى الصنوات وما نصقش بشكل جيد أو وفيد مع إسماعيل هنية إسماعيل هنية كان رد فعلا ماشي؟ مش بقولك إن هو ما كانش يعرف حاجة بس أنا بقول لك في بعض المعلومات الأمريكان والصهاينة مدركية الإسماعيل هنية ما كانش يعرف حاجة فده يوريلك إن مركز عملية داخل غزة وإن أخطر رجل هو يحيى الصنوار يحيى الصنوار ده كان مسجون في سجون إسرائيل وتم الإفراج عنه في صفق التبادل الجندي جلعة شاليت اللي حماس كانت خطفا وبعد كده أفراجت عنه ومقابل الإفراج عن بعض المسؤولين بتوع حماس اللي كان ولدا إسرائيل فإحيى الصنوار ده سايمون هيرش اتكلم مع مسؤولين صهاينة كانوا في السجن بتاع إحيى الصنوار قال لهم الرجل ده عمل إزاي إحيى الصنوار ده قال له هو رجل عصبي ماشي؟ وزاهد يعني الرجل ده يعني إيه؟ عنيف وعصبي بس زاهد في الحقيقة مش هترميله فلوس هيقبل بيه ومش رجل مالي يعني وده شيء خطير بس الرجل ده اتعلم العبري كويس جدا في السجون الرجل ده آآ قابل للتفاوت ممكن يسمع نصر؟ والراجل ده لو انت رحت اتكلمت معها عشان تفرج عن الأسرة الصهاينة ممكن يبقى فعلا مش بيكذب عليك إن هو فعلا عاوز يعمل صفقة تبادل الأسرة ماشي؟ طيب إيه مشكلة إسرائيل؟ ما تعمل صفقة تبادل الأسرة؟ قال لك حاجة بسيطة جدا إسرائيل شايفة إنها لو بطلت آآ ضرب على أنفاء غزة حماس هتعيد تنظيم صفوفها ده أولا تاني حاجة حماس ممكن تسيب المراكز اللي هي فيها في شمال غزة تروح لجنوب غزة تحصل حركة تنقل داخل الأنفاء لو إسرائيل وقفت القصف عشان ليه؟ وليه إسرائيل مش عارس تتفاوت لسواب بسيط إن إسرائيل شافت إن عرض حماس إن إسرائيل تفرج عن كافة المساجين الفلسطينيين مقابل إن حماس تفرج عن جميع الأسرة فالصهاينة بيقولك إيه؟ يقولك إحنا أفرجنا عن يحيا الصنوار عمل عملية سبع أكتوب طب لما نفرج عن بقى الفلسطينيين حملوا في نهاية يعني إزاي بقى نفرج عن جميع الفلسطينيين ماشي؟ فالصهاينة عندهم مشكلة في موضوع التفاوت ده مش عاوزين يتفاوضوا على إن هما يطلقوا صراحة الأسرة الفلسطينية عندهم وشايفين إن هما يكملوا عمليتهم العسكرية للنهاية لحد ما حماس يتم إكبارها لإخراج الرهائن أو تستاثل هراص؟ هما ده اللي شايفيني طيب هل ده حيحصل؟ بص لحد دلوقتي واضح جدا إن حماس متماسكة لحد دلوقتي بيتم الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي ده يوريك إن حماس ما عندهش نية الاستسلام وتاني حرجع أقولك إن اللي تم إلقاءه على قطاع غزة يوازي اتنين كمبلة نوية فمعنى كده الناس دي درسة كويس جدا اللي هي حماس عارفين هو بيعملوا إيه؟ خطاتهم بعيدة المدى مستعدين لحرب بعيدة المدى وده في منطقة خطورة بالنسبة للإسرائيل فسايمون هيرش بيوصي الجانب الإسرائيلي بيقوله خلي بالك ممكن زي ما أنت معندكش خيار تاني غير الحرب اللي ممكن ما يكونش صحيح لأن سايمون هيرش شايف الحل الوحيد هو التفاوض لإخراج الأسرة الصهينة لدى حماس نشوف الدنيا ماشي إزاي؟ يا رب أكونش راحت حضراتك ما ضعرش كله بسط ويا رب أكون ضفت لحضراتك حاجة جديدة قوم معلومة جديدة ممكن تكونوا تطلعت عليها الأول مرة يا رب يعني ورب ننسوا المصر ورب ننسوا العرب تحية مصر السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحية مصر